بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله نبدأ التعريف النفط الدموي أو القشع الدموي يمكن أن يتراوح كميته بين أثر دموي قليل في القشع إلى خروج دم غزير دون أن يرافقه أي قشع هناك العديد من التشاخيص التفريقية ومن الهم في التعرف على موضوع الإصابة إضافة إلى العوامل المسببة للنزف حتى تتم علاجتها بالتعريف كمصطلح وخروج الدم الذي منشأه السبيل التنفسي السفلي أهم مسبباته إلتهاب القصبات والكارسينوم القصبية والتوسع القصبي وتعد الأسباب السابقة هي مهمة في البلدان المتقدمة أما في بلداننا تعد قصية السل هي تكون هي مطعمة التصنيف النفس الدموي المهدد للحياة يعرف بخروج كمية من الدم تتراوح كميته بين 100 إلى 600 مليلتر خلال 24 ساعة أما النفس الدموي الكاذب هو عبارة عن خروج دم من السبيل التنفسي العلوي أو من السبيل الهضمي الآن بالنسبة للفحص السريري المباشر لتقييم النفس الدموي هنا لدينا جدوى لهذا الفحص فحص القشع على السريري لتقييم كمية وحجم الدم والإفرازات القاحية المرافقة هل إذا المريض اضطراب تنفسي مثل تسرع تنفس مزرق غير قادر على المريض غير قادر على ناطق جملة كاملة أو استخدار معضلات تنفسية وساعدة وإضافية هل هناك توسع شعيرات دموية في الشفاء أو اللسان أو مخاطية الفم التي تقترح إذا المريض توسع شعيرات دموية يمبرافية هل هناك ضنف في الفم أو فن في مقدمة الأنف هل هناك تلقرط في الأصابع والذي يقترح سرطاريا هل هناك طفح جلدي والذي ربما يشير لالتهاب أوعي أو زئبة الفمامية أو صمة شحمية أو التهاب شغاف هل النطاقة الجلدية تقترح تلال تنقر أو نقص صفيحات هل هناك نزوفة الملتحمة أو نفط تحت سرير الأظافر والتي تقترح اتهاب شغاف أو التهاب أوية هل هناك مداخل أبر يقترح اتهاب شغاف أيمن هل هناك في فحص الصدر وزيز موضع أو الصوات عرضية نفخات هل هناك نفخات صدرية مسموعة أو غرير والذي يزيد بالشهيق هل الموجودات قد تشير إلى وجود تشوهات شريانية وعيدية على الصوت قلبي الثاني معزز أو مضخغم أو هل هناك نفخة في قدالة القصور مثل الشرف أو قصوم صمام رئوي هل أن هذه الموجودات مع أو بدون سرقة البطيئة الأيمن ممكن أن تقترح ارتفعته الرئوي هل هناك نفخة قلبية ربما تكون علامة الاحتقان على الأوعية الرئوية مثل تضيق التاجي أو الناجة من تضيق التاجي أو قصور التاجي أو التهاب شغاف القلب أو أسباب مكتملة أو محتمل للسمة الثانية هل المريض لديه وزمات محيطية عرضية أو حذب الجاموس مجسوسة ممكن أن تشير إلى أو خفار وريد المياق هل المريض لديه وزمات محيطية منصب بفصي مفصلي أو حرارة حول المفصلي التقييم الأساسي لمريض النقف الدموي يبدأ بالبحث السريري والتاريخ المراضي وما ثم الدراسات المخبرية والتصوير الشوعة في التاريخ المراضي منقيم نماط وشدة النقف الدموي درجة القصور التنفسي ونتعرف على الآلية الإمراضية في الإضافة للتاريخ الدوائي الذي يساعد على التعرف على نقف الدموي الفحص السريري فحص المشاكل التنفسية وغير التنفسية الوزيز الموضع يشير إلى السيدات في الطرق الهوائية بينما يمكن أن نرى في اعتلال الأوعية الشعرية عفوا في اعتلال الأوعية الدموية الرئوية حيثو نرى فرطبارية بجسوستة بسبب التهاب الأوعية الدموية أو عقد أوسلر الدراسات المغبرية يجب أن نقوم ب عفوا فحصهم عند أغلب المرضى حيثو يمكن قيام بقياس الخضاب واليميتوكريت لتشخيص إزمان النزف يمكن طلب عداد البيض للتنبؤ بالإنتان فحص البوء والوظائف الكالية المسح المتلازم الرئوية جودواستر وصحب الكابل زرع قشع وصحة طبية والأضباط المناعية الأقائمة التقييم الشععي أهم الاستقصاءات يعتمد على التاريخ المرضي والفحص أهم الاستقصاءات من ناحية التقييم أو الاستقصاءات الأخرى يعتمد على التاريخ المرضي والفحص السريري وفي بعض المرضى نحتاج لتصوير مصدر CT للصدر للتقييم الكامل لمصدر النزف وممكن أن نطلب الCT مع حق المادة ظليلة ما لم يكن هناك مدى ملسط حق المادة ظليلة بإضافة لتصوير الصدر CT للأوعية رئوية تمام نسمى ب البروتوكول صمي حلق حول تقييم النفث الدموي هناك مجموعة من الأسئلة المفيدة في تقييم النفث الدموي مثل هذه الأسئلة المجموعة في الجدول التالي ما هي كمية النفث الدموي يوميا أم بشكل متكرر هل توجد أعراض أخرى تشير إلى الصابع بالعودة ومثل في مبوقة شبيرة والتعرق الليلي والبلغ مطيحي هل أصيب المريض بطفح جلدي هل فقد المريض وزنه إذا كان هناك عندي صداع أو ألم في عزان هل يوجد أي أعراض تشير إلى أمراض جهازية مثل الطفح الجلدي أو البيلة الدموية أو الألام مفصالية إذا كانت أمراض صباحية أو عوامل خطر هل المريض يدخن حاليا كم عدد السجائر في اليوم أو في السنة عوامل خطورة المرافقة هل المريض مدخن حاليا كم باكيات وكم باكيات في السنة هل المريض عفوا يدخن السجائر العادية والسجائر الكترونية من متى ما هي المواد المصنوعة من النوكاتين أو غير أو أنه يقوم بتدخين السجائر الكترونية السابقة اللي المريض ندخن بها كم عدد العبوات بالنسبة للتدخين أن نتكلم في اليوم وفي السنة متى توقف عن التدخين هل يتعطى المريض الكوكاين هل يعاني المريض من مرضه رئوي أو قلبي أو كله يشتبع في وصابته الخضاع المريض لعملية جراحية في الصدر والسجائر وضع الدعام أو قسطر للأبهر أو الجراحة هل يعاني المريض من مرض قاصل أو تاريخ من مرض إثنولاجي من دعائي أو الأعراض مرتبطة بها هل يعاني المريض أو يعاني من اضطراب رزيف معروف ومشتغبه هل يتناول المريض الأسبرين أو الأدوية المضادة لالتهابات أو المضادة لالتصاق صفحات دموية أو مضادة تخصر هل هناك عوامل خطر حديثي لتخصر الوريد العميق مثل الجراحة أو الاستشفاء أو السفر أو عدم حركة هل إذا المريض تاريخ مرضي في مجرى الهواء أو المرض في الجهاز الهضمي العلوي إذا كان المريض سافر في الأول الأخيرة وإلى مكان السفر هل تعرض المريض إلى المادة ثلاث في الهيدريد أو موعد كيموية هل تعرض المريض لمادة الأسوستوس والتاريخ العائلي هل يعاني أفراد الأسرة من مشاكل تخصر الدم هل يعاني أفراد أسرة من مشاكل نفث الدم أو تندد الدماغية أو الرعاف أو النزف المعيد المعقوي مما يتشير إلى احتمال توسع الشعيرات النسفية التقييم المباشر المبني على الشكاية الحالية بإضافة للإستقصاءات الروتينية التي هناك فخصات تطلب بناء على التقييم السريري ممكن نطلب طبق محوري أو تنظير قصري مرن أو إيكو صدر أو تصوير الأوائر أو بي البروتوكول صدر أسباب النفس الدموي ممكن تكون الأمراض في القرق الهوائية التعب قصبات حتى كارسينما قصبية كارسينما قصبية ورامية نفائل ورامية القصبات أو الرغامة كناسور قصبية أو لوعع مثل أمدم أبريم مع تأكل بتجار قصيبات عبارة عن شرينات في الظهار القصبية جسم أجنبي في السبيل الهوائي التحصي القصبية أمراض الرئوية البرانشيمية الإنتانات ذات الرئة النخرية والفراجات الإنتانات بكترية السل وأمراض المفطورات غير السلية والإنتانات الفطورية الأخرى الفيروسات الحلاء الوسيط الديداء الأمراض الرئوية مثل مرض بودلاستر أجسام رضا الإشاء القاعد الكبي والحبيب ومات الوعائية والكهاب العدي والأمراض الوعائية والأخ داء بهجة مثل هزم تعبار في السوال وبيدات الذئب الحمامي الجهازي أسباب أخرى عيوب جينية في الكولاجين مثل المتلازمة إيلردانوس النمط الوعائي داء البيطان الرحمية الهاجر نفث نموي دوري الأمراض الوعائية الرئوية أن قصور القلب المكتسب حول الخلقي وتضيق التاجي وتجوهات الوعائية الشريانية الوريدية الرئوية أمدم كاذبة في الشريان الرئوي بسبب انتان الصم الرئوية قد تكون شحمية أو انتانية أو خثارية داء وريدي رئوي ساد ومدم في الشريان الرئوي أو القصري الاضطرابات النسفية والردود الاضطرابات النسفية تنوى الأدي مضاد للتخفر أو مضاد للتساق الصفحات التخفر داخل المتشر تقليل اضطراب في عمل الصفحات مثل قصور كلية نقص الصفحات الخثار ITB UTV HUS داء فون والبراند والردود إصابة خارجية أو رد نافذ استند في الطريق الهوائي التوص بالبالون لآفة سد للطرق الهوائية التنزيق القصبي أو الخزعة عبر القصبات أو خزعة بالرشف بالإبر الرفيعة تسحج النبوب الرغامي لشريان المغاذي خزعة عبر القصبات أو الرشف بالإبر الرفيعة الرضو يعائي من قصترك الشريان الرئوي الأسباب متفارقة من أدو السبوم استخدام الكوكاين استخدام أو العلاج بالبيفاس والتسمم بسني أوكسيد الأزوت والهيدرالازين التهاب الأولي المحرض والهيدرالازين استعمال ضخطة المنتجات السجيرة المرافقة للذي طريعتين في عنا أسباب مجهولة السبب متفارقات تحدث رئتين مجهولة السبب وبدأ النشوان وتلي في المنصف وفي عنا النفث الدموي الكاذب لنجعل استشراق الدم من السبيل التنفس العلوي أو السبيل العظمي نلق تصنيف المرضى بالمرضى مع صورة صدر سليمة صورة الصدر الطبيعية لا تحتوي على صورة صدر الطبيعية لا تحتوي على أي من علامات خباثي أو توسع قصبي في دراسة على 270 مريض مدخينين 90% منهم مما لديهم نفث دموي كانت صورة الصدر عندهم طبيعية و10% لديهم كانت علامات خباثي حالات أخرى عندهم كان صمت شعاعي وابتشفات الخباثي بالتنظير القصبي المرن للقصبات الحالات السليمة للنفس الدموي مثل التوصف القصبات فتؤثر على الشجرة الوعائية يمكن أن لا تشخص في CXR أو صورة الصدر الطبيعية الشعاعية ويمكن تشخيصها بوسط الطبقي المحوري CXR أما المرضى اللي عنده النفس دموي قليل الكمية مع مسببات ثانية عند المرضى المراجعين بعراض محددة ذاتيا مع قشع بكمية قليلة أقل من 30 ملي من الدم لأسباب طبعا حميدة مثل التهاب القصبات أو التوسع القصبي أو وجود أو تفاقم بقايا من إنتان فيروسي أو نواتج مقاومة الإنتان الرسومي إن كانوا موجود مع تكرار هذه المشاكل أو وجود أسباب حميدة يكون التقييم الأبعد إما بالتنظير القصبي أو بالطبق المحواري إما عند مرضى النفس الدموي الفعال بدون أسباب حميدة واضحة المرضى اللذين لديها من نفس الدموي غير مهدد للحياة يعني كمية الدم بتكون يراجعون أقسام الطوارئ أو العيادات الخارجية بدون أسباب حميدة واضحة مثل التفاق والتوسع القصبي مع صورة الصدر الطبيعية أو آفة غير موضعة على صورة الصدر يجب أن نجري تصوير طبق المحواري والذي يزودنا بتشقيص واضح وغالبا يطبع بالتنظير القصبي المرن الذي يعتبر جزء هم من التقييم وبالشكل أخص المرضى الذين لديهم عوام الخطور الخباب الصمة الرئوية مسبب نادر للنفذ الدموي وعندما نشكها نطلب طبق محواري بروتوكول صمة 50% من المرضى الذين لديهم نفذ دموي لديهم آفة غير محددة على صورة الصدر الشهوية التشقيص الدقيق يطلب عن طريق طبق المحواري أو طبق المحواري عالي الدقة HRCT مع التنظير القصبي في 30% من الحالات والتنظير القصبي يكون مشخص حاله في 25% حالات فقط الذين لديهم دينوما قصبية يتم التشقيص عن طريق طبق المحواري عالي الدقة بين HRCT بينما التنظير المرن يعطي تنظير نسيجي هنا خلاف بين موعد إجراء التنظير القصبي أثناء فترة النفذ الدموي ولكن دون وجود دليل مثبت أو بعد توقف النفذ الدموي بـ 48 من الصعب متابعة مريض النفذ الفعال كمريض خارجي متابعة في المشفى تكون أهوان يعني مريض عنده نفذ دموي فعال منهم يقول أنه لازم نعمله تنظير قصبي أثناء نفذ الدموي ومنهم يقول لا تمام ويفضل أنه يتم متابعة المريض النفذ الدموي في المشفى حتى يتم توقف النفذ الدموي المعاود أو عوامل خطورة للخباث أو وجود عوامل خطورة للخباث المرضى الذين لديهم نفذ دموي معاود يتطلب الأمر جراء سيتي سكان للصدر حتى لو كان الصدر الطبيعي الأسباب الرئيسية للنفذ الدموي المعاود عند المرضى مع صورة الصدر الطبيعي هي التوسع القصبي الكارسين والنسيج الوطني الرحمي المنتبس داخل القصبات أو التشوهات الشريانية الوريدية والنفذ الدموي الكاذب لأسباب خارج رئوية مثل الأنف والسيتي العظمي والإجسام الأجنبية والأورام الرئوية توجد عند 10% من هؤلاء المرضى الذين يملكون عوامل خطورة للصدر الرأى وصورة صدر تكون طبيعية التوصيات الحديثة التي تدعم طلب سيتي عند محق المادة الظليلة في هذه الحالة الأسباب للطلب سيتي بعد تنزيل القصبات عند هؤلاء المرضى تنزيل القصبات يمكن أن لا يشاهد التوسع القصبي أو الأورام الصغيرة يعني ما كان مشخص صورة أو ما كان موجه صورة طبقية تشخيصية في المرضى مع عوامل خطورة الخباثة عندنا مرضى عندنا عوامل خطورة الخباثة مثل التوسع القصبية تشغيلها شرية نوريدية وفي هذه الحالات التنزيل القصبي غير ضروري سيتي ممكن أن يكون مفيدة للاستثلال حول النوع الملائم للتنزيل القصبي يعني إذا ننامد التنزيل القصبي تمام منحدد إذا كان عندي مارين أو عبر الماري أو القصبات أو ننامد القصب عبر القصبات التنزيل القصبي يستطب عند المرضى الذين يكون تغيرات تشخيص نسيجي مثل خباثة المطبقة الموجودات الشععية على صورة الصدر التي تشير لسرطان قصبي بالإضافة طبعا للموجودات السريرية والتي تقترح الخباثة الموجودات الشععية التي تقترح سرطان قصبي هي عقيدات رئوية جديدة متزايدة في الحجم أو أكبر من 8 مليمتر والعقيدات التي هي بين 28 مليمتر تتوافق مع خطورة بنسبة 18 بالمية للخباثة والتي تكون أكبر من 20 مليمتر خطورة بنسبة للخباثة فوق 50% يكون تقييم العقيدات رئوية بشكل عام على طلب طبق محوري مع حق المادة ظليلة متبع من تنظير القصبي أو إيكو عبر القصبات أو بالرشف الموجه بالإيكو عبر القصبات ورشف العقادر الموجه عبر التنظير الحنجري وبعض الحالات ممكن نعمل استقصال جراحي تشخيصي ويكون دروج في هذه الحالة التصوير الشعاعي معدة عقيدات أو تجويف كهفية العقيدات أو مساحات من التسلط مع تكهف تحتاج إلى تقييم من أجل الإنتام مثل ذات رئى النخرية أو المفطورات طوفيليات أو عمليات التهابية مثل التهاب الأوعية مع حبيبون وعائي أو الخباثات مثل اللمفومة أو النقاء الورمي الاختبارات الخبارية المناسبة تضمن فحص القصرع وزرع الدم والاختبارات المصلية مثل آئم السيئة واختبار المستطوض عديد السكري لمتحول النسيجي ومستطوضات المستخفيات بشكل عام عندما نشاهد عقيدات أو تجاويف أو ذات رئى نخرية في صورة الصدر الخطرة التالية هي الطبق المحوري لنصف الاضطراب ونتعرف على نوع الآف الموجودة في المنصف التنظير القصبي مع الرشف القصبي السنخي للتعرف أو لتعرف عن التشخيص السل بشكل عام ويطلب عندما يكون هناك تكهف لنأخذ عينة للزرع مع الاختبارات المصلية تنظير القصبي مع الأخذ عينة من الفسال القصبي السنخية في العقيدات العديدة الغير المتكهفة غالباً يكون التوضع محيطي الرشف يكون عبر الصدر بالإبرة عن طريق نصغير الصدر الذي يتزاعد في التشخيص خلق المرضى اللي عندهم تصوير الصدر يظهر كثافات منتشرة التشخيص التفريقي عند هؤلاء المرضى طبعاً الإنتان الالتهاب الوعائي ممكن يكون خباسة أو تعرض لأدوية السبون المظهر العشوعي ومظهر الزجاج المغش أو الكثافات الصلدة التي ترفع احتمال تشور الخلق أو نزف صنفي منتشار أو التهاب أوية شعرية في ريئتين أجسام مضاد لإشار القاعدة الكوبية أو تلازم أو تحدد ريئتين مجهول للسبب السقصات المخبارية هي قياس مستوى PMP تحري وجود أطرابات دموية اختبارات مصرية أو الإنسياع أجسام مضاد الغشاء القاعد الكوبي أطراب خصول البيضات هذه الاختبارات المصرية غالبا تترافق مع كثافات منتشرة سنخية يخير تصوير الإيكو إلى تقييم أشمل الأمراض الصينوات القلبية أو اضطرابات وظيفة البطاية الأيسار خزعة الجلد ممكن أن تكون مشخصة عند مريض التهاب الأوعية وخزعة وسائد الشحمية يجب أن تطلب في مرضى النشواني خزعة دريقة أو الكلية ممكن أن تكون ضرورية عندما لا تكون أي أو أي من سبب مشخص طبعا هذه صورة لمريض يعاني من توسع الأوعية الدموية الفاموية هي النزغ النادج عن توسع الأوعية الشاري اليراسي أو ما يسمى بمتلازمة أوسلر ويفر ريندو هون آفات فرفورية جلدية مجسوسة في الأطراف السفلية عند مرضى التهاب الأوعية الصغيرة خلق نفث الدموي المعاوض مع صورة صدر طبيعية المرضى مع النفث دموي معاوض مع صورة صدر طبيعية يعتبر التنظير القصر بالمرين يعني ممكن أن يكون مشخصا إذا كان التنظير القصر سلبي ونفس الدموي الكاذب هون يدخل تفريقي وإذا كان المريض غير موضوع على العلاج بالمياه طبعا المريض لديه يمكن أن يكون لديه طبعا نصف مجهول السببب يعاد تقييم مع تكرار العراض ممكن أن يشخص السبب دراسة بسيطة 228 مريض لديهم نفس دمو ويراجع ولا يوجد آفات على طبق 16% منهم كان لديهم نزف من السبيل التنفس السبيلي شخص بالتنظير القصر من أصل 191 مريض معصور طبقي سليمة عن طريق التنظير 43 كان لديهم نزف تنفس علوي وأنهم يستخدمون المميعات الـ 148 المتبقي تمت متابعتهم لـ 781 يوم وساطيا وكان لديهم نفس راجع بنسبة 20% الغتخيص وتوصيات النفس لدموي ممكن أن يكون مسببا نتيجة أمراض السبيل مسببا نتيجة أمراض السبيل الهوائي أمراض الرئة البرانشيمية أو أمراض الرئة الوعائية أو مجهول السبب خطة ضرورية في التقييم هي التعرف فيما إذا كانت حياة المريض مهددة المرضى الذين يبلغون الناس دمه بصائق والذين والذين يمكن أن يسد طرق التنفسية مما يؤدي إلى خلل في التبادع الغازي أو عدم الاستقرار المدونيكي تقييم النفس الدموي الغير المهدد للحياة يبدأ في التاريخ المراضي والبحث السريوي وتقييم الأكسجة والعناصر المهمة في التاريخ المراضي الضمن للعمار والتدخين أو أنواع أخرى مثل الدخان وكمية النفس الدموي والعراض المرافقة من التهاب القصبات الحاد أو سورة في القشع أو إذا كان في عندي دم مع قشع قيثي والتغيرات والدراسات المخبرية المفيدة فيه والتي نعتمد عليها في تشخيص النفس الدموي طبعا نعتمد على بناء الحالة السريرية نطلب بناء الحالة السريرية تضغم الخضاء بزمرة هيموتوكورية صريحات دراسة الحالة القتارية بشكل عن تحليل نيتروجين البولة في الدم بيمبي طبعا مفيدة أيضا في قصور القلب نطلب لدايمر يفيد في الكشف عن الصم رئاوية التقييم الضروري نرجع تقييم الضروري يعتمد على الفحص السريري والتقييم الأبعاد يطلب أو يطلب إذا كان المريض الذي يعوامل قطور من أجل القضاء مثل العمر فوق 40 سنة المرضى لعمر فوق 30 سنة مدخنين أو إذا كان نفس الدموي معاود أو مترافق مع تغيير الشعاعي يستطب إجراء طبقي محوري مع تنظير مرن بالتزامن على الرغم من أن الطبقي يجرى أولا وهو إجراء غير غازي لديه قيمة تشخصية عالية ويمكن أن يساعد في أخذ عين انتقائي عند المرضى الذين لديهم نفس دموي وطبقي طبيعي التنظير المرن المرن يمكن أن يكون مشخص إذا كان سلبيا النفس الكاذب يكون ضمن التشخيص وإذا كان المريض غير موضوع على المميعات يعتبر النفس مجهول السبب هو التشخيص هلأ هذا جدول لتقييم النفس الدموي الغير المغدد للحياة أول شيء نتأكد أن المريض يسيديه أي علمات للنفس الدموي المغدد للحياة إذا كان هذه قرور كمية من أكثر من 15 ملي في 24 ساعة أو شدة تلفزية أو نقص أكسج أو فرط كربمية أو عدل استقرار هيمدون ميكي نطلب صورة شعية للصدر إذا كانت طبعا غير طبيعية نطلب سخصاءات مثل وظائف تخفر وظائف كبد كرياتينين ونطلب كمان بناخد بالاعتبار النمط والمسح نطلب دايمر مشان إذا يصمري أو نطلب طبقي محوري ما حقا حلق إذا كانت الاختبارات كلها كانت طبيعية يعني ما يمواجه هذا نرجع من كف على تنظير قصبي مع فحص الطرق الهوائية فخوص محددة في المناطق المصابة مع الطراب مع الطرابات على الطبق المحوري نجمع عينات من أجل الفحص المجهري إذا كان ممكن خزانة هل هناك مصدر للنزف تم تعرف عليه لا إذا كان في عندي مصدر تم تعرف عليه ممكن نعمل فخصات أبعد تعتمد على الوجود نفس داما بمعاود طبعا إذا كانت هذه الاستقصارات إيجابية يعني إذا كان في عنده شيء على إثناء الفحوصات إذا لقينا شيء نطلو فحوصات إضافية وعلاج يعتمد على الموجودات إذا ما لقينا شيء طبعا الفحوصات تعتمد على وجود نفس داما بمعاود أو لا إذا كان الصور الصدر الطبيعي نرجع من كافية إسئلة هل هناك موجودة تقترح نفس دموي الكاذب دعس طوع شعري نفس الفم أو الأنف بداية نفس دبوي بعد قلس أو قياء هلنق إذا كان الجواب نعم يكون نازف ممكن يكون نظر السبيل للتنفس العلوي أو جهاز الهضمي ونقيم البلعوم الحنجري من أجل مصدر النازف مع طلب استشارة أذنية أو هضمية إذا كان الجواب لا نشوف هناك عام الخطورة الخلاسة رئوية أو الصمة رئوية نرجع في عنا الصندوق هناك لتقييم عام الخطورة للخباثة أو الصمة الجدول الأول عام الخطورة للخباثة رئوية التدخين الحالي أو التدخين سمم بيئية أبخرة تدخين سلبي راجون سيو بي دي الاي بي ايب الاشعاري الايتس فرطان مشخص التعرض الاسبستوز العشوعة السابق الخطورة للصمة الرئوية صمة سابقة وخصار وريد عميق حالي التميع وجراحة في الأسابيع الأربع الماضية الأورام والحمل والسقدم والحمل ممكن السادة معي رويل في توقع الصمة رئوية إذا كان في عندي عوام خطورة للخبات رئوية وصمة رئوية ممكن أن نرجع كمان من شك في التهاب القصبات في التهاب القصبات ويكون السبب الأشياء في النقاط الدموي إذا كان في عندي أعراض نفسية أو في عندي وضوح سريع إذا كانت هذه الموجودات ما موجودة تمام منتق للإجراءات المخبارية وظائف تخسر بروتين أو نتروجين البولين دي دايو المر إذا كان شاكين في الصمة وكمان طرق المخبارية من كافية للأخير إذا كان ما فيش السقصات كالسليبيات نعمل كافية على نفحص طرق العوائية ونحدد المنطقة مع جراء سيئتي مع جماعية إذا كان ممكن إذا تعرفنا على مصدر هل هناك مصدر للنزف تم التعرف عليه نكفي على نفس السيوناريو إذا كان نعم مطلوب خوصات إضافية تعتمد على الموجودات لا خوصات أبعد تعتمد على وجود نفس دموي معه نحن نرجع إذا كان هناك خطورة للنفس خطورة الخباسة رئوية أو سمير رئوية ما إذا ما في خنة خطورة لازم نطلب استقصاءات مخبارية اللي طلب الاسب ومظائف تخصر والدي دايم والدي نطلب صدر مع حقا إذا كان جراءات سلبية أو الفحوصات هدول سلبية من كفية على نفس منوال إذا كانت طبعا إيجابية نطلب الاختبارات الشعية والمثبارية التي تقترح قصور قرب الصمير أو أو آليات مرضية أو آليات مرضية أخرى والتي لا تتطلب فحص طرق تنفسية أو خزاعة نسيجية أو جمع عينات مجهرية إذا كان عن تشخيص تفريقية تمام نقول نجعل نعمل تنظير قصة بمارين ومشوف إيش بوجهنا ونتابع على الأساس ألا إذا كان نبنى متوجهين لقصور قلب الصمير أو ثبعائية تمام فنكفي على أنه فوصات إضافية مع علاجة التمد على الموجودات ألا في عند المرضى لما عنده الأعراض مدفوسية مع السعال متجل كشع مدم إذا كان الأعراض إيجابية منعالج التهاب قصبات الحاد منراقب التكرار إذا كان عندي نفس دمم من مغابط نرجع طلب للسقصاءات كلها مع تصوير صدق المحور مع الحقم طبعا إذا كانت استقصاءات إيجادية منكفي على جدول تاري اختبارات شعاعية تمام إذا كانت موجهة نحو أحد الأمراض التي حكيناها قصور القلب المريئة أو الأخبائية منكفي على استقصاءات وعلاج العامل المسبب وإذا كان ما يمواجه إلى تنظير قصري مشاهدة وجهة طرق الهوائية أو نعمل فقصات محددة في المنطقة المصابة على الطبق المحلوائي إذا ما فيعنا تكرار للنفث الدموي ما تم ما فيعنا تقريب بعض تقريبا مقاربة النفث الدموي وبعض إذا ما أوردت بصورة سيئة بس شوي كانت عشوائية سامحونا